أن تنال علماً نافعاً تفيد به نفسك وبلدك أمر يستحق الاجتهاد هكذا وجدت الفتاتان أسماء وولاء نفسيهما من خلال شق طريق غير تقليدي في إعادة تدوير المواد البلاستيكية التي يجمعها عدد من العاملات فتصنف ويتم فرزها وتجهيزها لتصبح جاهزة للاستخدام من جديد عمليات تجمع البلاستيك إحنا كنا نعتمدين على تجمع من سيدات بعانوا من فقر أو معنفات بعد ما جمعنا البلاستيك من هاي السيدات تم عملية الفرز الأول لإلهم لحتى نعرف هاي الأنواع بعد هيك عملية الجرش ومع ذلك المراحل الأخرى هي عملية الغسيل وعملية التشفيف وبعد ذلك بتم وزن هذه الكميات وتعبئتها وتجهيزها لتوريدها للموردين المواد البلاستيكية بعد فرزها تصبح جاهزة لتتلقفها المصانع المحلية كمصنع الحصير هذا الذي عمل لسنوات طويلة إلى أن هدده الحصار المفروض على غزة فكاد يغلق أبوابه لولا أن قرر الاعتماد على البلاستيك المعاد تدويره يعني إحنا اليوم نشتغل في صناعة الحصير صناعة الحصير هي شعبية فإحنا أنه البلاستيك مقطوع صرنا نستخدم مخبات البلاستيكية نعيد تدويره ونستخدمه في نتج الحصير العديد من المهن كان من الممكن أن ترى نهايتها بعد أعوام الحصار الطويلة لم ينقذها إلا تدافع الأفكار والرغبة في البقاء ما ساهم رغم صعوبة الأمر في الحفاظ على القديم كما الحديث